موسيقى مشاهدين مع حضراتكم مرة أخرى في بث مباشر ومن خلال هذا اللقاء نطرح العديد من التساؤلات حول ما يروج الآن من قبل بعض الطيارات التي تهدف إلى عرقلة المصار الذي تسير فيه الدولة حاليا من أجل استكمال الخطوات وإرساء دعائم الديمقراطية من خلال الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية البعض يستخدم الغطاء أو الستار الديني يستخدم الدين في كل عبارات النقدة والاختلاف ويروجه للمجتمع المصري في كل القرى والمحافظات أن هناك تعارض ما بين الشريعة الإسلامية وبين الدستور أن هناك تعارض بين الشريعة الإسلامية وبين الإطاحة بالنظام حاكم لهذا الرئيس أو ذاك أو هذا الحاكم أو ذاك ويخلط الأوراق بشكل يصعب أن يميزه البسطاء ومن لا يعرفون الكثير عن العلوم الفقهية أو عن صحيح الدين كل من يمكن انطلاقا من الغير على دينه أن تروج له أفكار مغلوطة ومدى خطورة هذا الأمر في هذه المرحلة الرهنة في المجتمع المصري العديد من التساؤلات حول المشهد في هذه المرحلة وكيف يواجه عن طريق الفهم الصحيح للدين وعن طريق التفرقة بين الفكر المغلوط الذي يستهدف إرضاء طيارات أو تحقيق أهواء سياسية لطيارات بعينها وبين ما يكون خالصا بمعلومة صحيحة ودقيقة تخرج إلى الرأي العام تساؤلات كثيرة جدا مطروحة من خلال هذا الحوار ويسعدنا أن يكون معنا في ستوديو بث مباشر الداعية والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم الدكتور ناجح إبراهيم أهلا بحضرتك أهلا وسهلا وأسعداء بوجود حضرتك الله يسعدك بداية كيف ترى المشهد الراهن وما يروج باسم الدين في الكثير من الأمور السياسية أو لإبداء أو لتقوية وجهة نظر سياسية لطيار بعينه عن طريق أن الاختلاف معه يمثل اختلافا مع الشريعة ومع الدين الإسلام هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه أنا أريد أن أضع أولا قواعد عامة تصلح لكل زمان ومكان وتصلح اليوم وتصلح بالأمس وتصلح غدا وهي قواعد عام أولا هناك فرق بين الإسلام المعصوم والحركة الإسلامية الغير معصومة الإسلام معصوم ومقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف لكن الحركة الإسلامية هي حركة بشرية حتى وإن استلهمت الإسلام المعصوم لكن مدام أي حي دخل فيه عنصر البشري خلاص يبقى تحتمل الخطأ والصواب النصر والهزيمة تحتمل الطاعة والمعصية فهناك فرق بين الإسلام المعصوم والحركة الإسلامية الغير معصومة وهناك فرق أيضا بين الإسلام المعصوم والإسلامي الغير معصومة وهناك فرق أيضا بين الإسلام المعصوم والفكر الإسلامي الغير معصومة وهناك فرق أيضا بين الإسلام المعصوم والفقه الإسلامي حتى الفقه نفسه ولذلك قول الصحابي حتى الأصوليون يقولون أن قول الصحابي نفسه ليس بحج كيف يكون الرد أو التفسير لهذه المقولة؟ عفوا دكتور ناجح سنتوقف لحظات لمتابعة الموقف حيث وصلت أو وردت إلينا أنباء عن وجود بعض الاشتباكات في منطقة المهندسين وقبل قليل في محيط نادي الصيد في الدقي سنعرف المزيد من التفاصيل من خلال مراسلات سي بي سي الزميلة سارة فؤاد سارة ماذا عن المشهد الآن في محيط المنطقة التي تتابعين منها الحدث؟ أنا الآن متواجدة في السرع نادي الصيد حيث تجمع منذ قليل مجموعة من أنصار الرئيس المعزول كانوا أشعلوا بعض إطارات العربات في وسط السرع وأطلقوا ألعاب نارية في الهواء فتدخل الأمن بإطلاق قنبلتين الغاز المسائل بموع وفارقوهم بالسال هو التجه أمطار المعزول لناحية سارة السوداء نعم المشهد دلوقتي احنا شايفين على الشاشة المشهد هادئ تماما أو ما فيش أي مشكلة في محيط المنطقة يا سارة نعم المشهد هادئ تماما وحركة مرورة في السيء بإطلاق طبعي نعم أشكرك الزميلة سارة فؤاد مرسلة سي بي سي شكرا جزيلا لك وأعود إلى ضيفي الدكتور ناجح إبراهيم النقطة الرابعة أنه ليس هناك متحدث حصري ووحيد عن الشريعة الإسلامية هذا المتحدث الحصري والوحيد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وبموتي ليس هناك متحدث حصري ووحيد باسم الإسلام ولكن كل أحد حتى من الفقهاء يوخذ منه ويرد إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم ليلا إلا فيه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المتحدث الحصري والوحيد عن الشريعة لأنه يوحى إليه كلمة يوحى إليه هي المناط أنه المتحدث الحصري والوحيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم صار كل أحد وكل بشر يوخذ منه ويرد لأن الوحي كان يصوب حتى اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له اجتهادات كانت هذه الاجتهاد صوبها القرآن القرآن راجع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في 16 اجتهاد يعني راجع النبي صلى الله عليه وسلم في 16 اجتهاد هذه مقدمة هامة الغريب في مصر المضحكة المبكية أن الدستير في كل الأمم هي مناط اتحادها ومناط تأذرها ومناط اجتماع شعبها إلا في مصر الدستير ككل شيء أصبحت مادة للصراع السياسي بماذا تفسر هذا؟ أنا لسه عايز أقول أننا وصلنا إلى مرحلة من الصراع السياسي الجامعة تحولت من الدراسة إلى الصراع السياسي الجامعات الخرية مادة للصراع السياسي الشارع مادة للصراع السياسي البيت مادة للصراع السياسي الأغاني مادة للصراع السياسي الإشارات مادة للصراع السياسي فلم ينجوا من هذا الصراع السياسي الدستير فإذا كتب الدستور الإسلاميون رفضه المدنيون وهم مغمض العين يعني هم مغمضين كده مدام كتبوه غيرهم يرفضوا وإذا كتبه المدنيون رفضه الإسلاميون حتى دون أن يقرؤوا وقبل أن يقرؤوا ليس رفضا للدستور نفسه ولكن رفضا للذين كتبوه كمادة للصراع السياسي هذا مؤسف في حد ذاته أنا مفروض أن أنا بشوف أي شيء الخير فيه أوافق عليه والشر فيه أرفضه وما إلى ذلك ويكون لي رؤية منصفة حتى لو كان الذي كتب هذا الشيء وقلت ذلك أيام ما كتب الإسلاميون الدستور ورفضاه المدنيون قلت انظروا في هذا الدستور قولوا أن هذا جيد وهذا حسن وهذا قراءة موضوعية وهذا ما يعني غاب عن مصر بعد 25 نهاير أن كل يخون الآخر وكل يقص الآخر حتى أن كل يريد أن يخلوا له وجه مصر وفي الحقيقة لن يخلوا لكم وجه أبيكم يعني كما قال القرآن يعني كل يريد قتل الآخر وزبح الآخر حتى يخلوا له وجه أبيه وجه مصر ولكن لن يخلوا وجه مصر لأحد من الفريقين وجه مصر يريد أن يحتضن الجميع يريد أن يأتلف مع الجميع يريد أن يكون مع الجميع لكن لن يكون مع فصيل دون فصيل إذن لو نقلنا هذا الأمر للحظات للمشهد الراهن والحديث حول الدستور الذي نحن بصدد المشاركة كمصريين في الاستفتاء عليه كيف ترى أو كيف تقيم هذه الدعاوة التي تراوج لفكرة للمواطنين في القرى والمحافظات أن هذا الدستور يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو أنه يبيح سب الصحابة أو أنه أي أمر من هذه المقولات التي تنتشر هو يعني في نقاط أحب أن أتحدث عنها وقد كتبتها مرارا أن الإسلام كان قبل الدستير وسيكون بعد الدستير وسيكون من غير الدستير ولن يصنع الإسلام دستور لن يوجد الإسلام دستور ولن يحزفه دستور ولن يوجد الإسلام أحد ولن يحزفه أحد الإسلام أكبر من الدستير وأعظم من الدستير وأفقى من الدستير وكل الدعاوة أن هذا الدستور أوجد الإسلام هذه دعاوة بطلة أن هذا الدستور سيلغي الإسلام هذه دعاوة بطلة الإسلام بالذات يختلف عن الأيدولوجيات اللي أختلف الإسلام جاء إلى الضمائر والقلوب والنفوس فإذا استقر فيها استقر في هذه الأرض ولو كتب الإسلام في كل مادة من مواد الدستور ولم تتشربه القلوب والضمائر والنفوس فلا قيمة لهذه الكتاب قلت ذلك مرارا أن الإسلام يعني يخاطب الضمائر أولا والنفوس فإذا وجد فيها وجد في هذه الأرض أما لو كتب يعني لدينا قوانون المراس هو إسلامي منذ يعني بعد أن سقط الخلافة الإسلاماء ظلت قوانين الأسر ولكن الناس يتهربون من هذا القانون ولا يورثون البنات رغم أن هذا القانون موجود إذن المهم هو أن تتشرب القلوب والضمائر الدين الدين يختلف عن أي دولوجيا وإلا يكون هذا الدستور مجرد نصر معطل غير مفاعل ولا قناة لها أهم حاجة القلوب والنفوس والضمائر والناس الذين يظنون أن الإسلام يوجد لو كتبت الشريعة في كل مادة اكتب الشريعة في كل مادة من مواد الدستور اكتبها في كل القوانين اكتبها في كل اللواح اكتبها على كل الجدران لو كتبتها في كل مكان ولم يوجد هذا الإسلام لم تتشربه القلوب والنفوس والضمائر وتهتدي به وتجعله نبراسا لها فلا قيمة له ولو أن هذا الإسلام موجد في القلوب والنفوس والضمائر ولم يكتب في أي وسيقة أو أي قانون سيكون الإسلام موجود مناط الإسلام أساسا هو في القلوب والنفوس والضمائر المثل الثاني أن الدستير ما فيش دستور أساسا وحش كل دستير مصر أساسا جيدة ليه؟ ما فيش دستور بيقول لك اظلم ما فيش دستور بيقول لك افسق ما فيش دكتور دستور بيقول لك عزب ما فيش دستور بيقول لك والله كل أموال الناس بالباطل ما فيش اي دستور من الدستير لا دستور 71 ولا 54 ولا 23 ولا الدستور الذي صنعه الاخوان ولا هذا الدستور مشكلة مصر وبلاد الشرق الاوسط والعالم السالس ان هذه الدستير لا يطبقها الحكام يعني مش مشكلتنا في الدستير التحيل على القوانين والتلاعب بالقوانين لا نصنع صراعا سياسيا حول الدستير اذا كنا فعلا جادين في اصلاح بلادنا علينا ان نحمل حكامنا على ان يطبقوا حتى اي دستور منه لو طبق الحكام 10% من اي دستور موجود لكنا في اعظم حال كل الدستير الاصل جيدا وكل الدستير ايضا ليست معصومة وليست مقدسة مدام اسم دستور قابل للتعديل يب فيه هنات وفيه عيوب علينا ان ننظر في كل دستور ونقول ميزاته كذا وكذا وكذا برؤية مجردة وعيوبه كذا وكذا وكذا مهما كان صنعه صنعته انا اقول عيوبه صنعه غيره اقول مميزاته وعيوبه ايضا وهكذا حتى اكون منصفا ومتسقا مع نفسي لكن ان نحول كل شيء لمادة للصراع السياسي لو حولنا كل شيء لمادة كل مننا سيهرس الاخر طيب هو هنا حضرتك انا عارف ان حضرتك شايف الامور او بتتكلم من منظور اوسع واشمل من مجرد قضية بعيني ولكن احيانا ساحتاج الى الانتقال الى الرؤية مرتبطة بحدث بعيني اذا ترفض هنا دكتور نجح ابراهيم كل الدعاوة التي تستخدم الدين بشكل خاطئ او مغلوط من اجل اقناع الناس من منطلق حب الناس للدين وغيرتهم على دينهم ان هذا امر متعارض مع الدين حتى تتم خدمة اغراض سياسية معايا هذا الامر غير مقبول انا رفضت قبل ذلك ان يقال ان الدستور الذي صنع قبل ذلك هو الذي سيأتي بالشريعة وسيأتي بالاسلام وكأن الاسلام كان ينتظر هذا الدستور كي يحل في ارض مصر او كأن الاسلام ليس موجودا في مصر حتى يأتي هذا الدستور ويأتي وارفض الان الذي يقول ان هذا الدستور سيلغي الاسلام في مصر او انه سيصنع كذا او سيبيح كذا سيبيح كذا وكذا وكذا لا الدستير عمرها ما كانت بتدعو إلى الفاحشة ولا عمرها بتدعو إلى الرزيلة ولا عمرها بتدعو إلى أي منكر من المنكرات هي قواعد عامة والله لو طبق عشرها في مصر لكنا نكون أفضل مجتمع في العالم أي دستور وطبق عشره هتلاقي أن نحن في أحسن وضع عشان كده حالك بتقول النص هل يفعل أم لا هذا الدستور يمكن أن يكون وفيقة تنقل الوطن للأمام أو معطلة ولا غير مفعلة مشكلة في تطبيق الدستير لكن نحن صنعنا صراعا سياسيا حول كل شيء الامتحانات خلنا في أسرع سياسة الدستور خلنا في أسرع سياسة الشارع المدرسة الإشارة الأغنية كل ذلك هل يحق لأي رئيس أو حاكم من أيام الرئيس محمد نجيب أو الرئيس بعد الثورة وصولا إلى يومين هذا إلى الرئيس عدلي منصور هل يحق لأي نظام حاكم أن يقول أن معارضته أو الخروج عليه أو الاختلاف معه أو الثورة عليه من الشعب رفضا للطريقة التي يدير بها البلاد تدخل في إطار الخيانة لله ورسوله مع هذه المعطيات التي كل الأنظمة الحكيمة مشاركة فيها أنها أنظمة دنيوية أو قوانين وضعية من البشر آليتها بتؤدي إلى وصول حاكم للسلطة كيف ترى هذا الأمر؟ يمكن أن أقول أن الذين يختلفون معي على خطأ يمكن أن أقول أنا على صواب ولكن أن هؤلاء خانوا الله ورسوله أو أن هؤلاء ليسوا على الإسلام كل هذه دعاوة تحتاج إلى دليل وهذه تؤدي إلى التكفير أن الذي فعل معي كذا هو كافر أو خائن أو ما إلى ذلك مصر الآن بين التكفير والتخوين يعني مصر الآن بين التكفير والتخوين حتى اللي يقول رأيه مش عاجب واحد ممكن على طول يدي له الفيزا للتكفير يعني ممكن يخون وما إلى ذلك والشافعي كان يقول رأيه صواب ورأيه غيرنا صواب يحتمل الخطأ ورأيه غيرنا خطأ يحتمل الصواب ومن أتى بأفضل مننا قبلنا واللي يأتي بالحديث فهو مذهبي كان متواضعا والسلف مشكلتهم الفرج بين السلف والتكفير إيه التكفير أنه هو كل خلاف هو كفر وإيمان السلف كل خلاف هو راجح ومرجوح يعني هذا الرأي راجح وهذا الرأي مرجوح يمكن أن أقول أنا على صواب وغيري على خطأ إنما أنا على إيمان وغيري على كفر أنا مع الله وغيري هو عدو الله أنا مع الرسول وغيري هو عدو الرسول هذه فيها تزايد وفيها ادعاء أنك أنت المتحدث الحصري والوحيد عن الإسلام أو الشخص الوحيد الذي يمثل العناية الإلهية والإرادة الإسلام هذا خطأ وهذا سيؤدي في النهاية إلى فكرة التكفير لأن فكرة التكفير إيه؟ أن الذي يختلف معي هو خارج عن الملة هو خائن لله ورسول سيدنا معاوية اختلف مع سيدنا علي وسيدنا علي كان أقرب إلى الحق وكل الناس ما قالوش أن سيدنا معاوية مثلا إيه؟ كان ملحدا أو كان كافرا أو كان كذا رغم أن كل الفقهاء يقولون أن سيدنا علي كان أقرب إلى الحق والصواب لكن لم يقولوا أنه يمثل الإيمان والتاني يمثل الكفر اختلف سيدنا عبد الله بن الزبير وكان صحابيا مع عبد الملك بن مروان وانتصر عبد الملك بن مروان لم يقولوا رغم أن عبد الملك بن مروان مش صحابي وعبد الله بن الزبير كان أقرب إلى الحق والصواب كانوا يقولون عبد الله بن الزبير أقرب إلى الحق والصواب ولكن عبد الملك بن مروان كان أكثر سياسة وأكثر حنكة وأفضل للملك والحب اختلف سيدنا معاوية مع سيدنا الحسن والحسن ده ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أن الحسن أقرب إلى الصواب الحق إذن أنت بتقول أن هذا أقرب إلى الصواب أو أبعد من الصواب أو ما إلى ذلك لكن أن تقول التخوين والتكفير والتفسيق وأن هذا يمثل العناية الإلهية وغيره يمثل الشيطان كما تفضلت أن أصنف البشر هذا مع الله وهذا ضد الله يعني أمور لا ليس من حق أحد أن ينحل نفسها أنت لا تملك مفاتيح رحمة الله سبحانه وتعالى ولا مفاتيح الجنة والنار ولا مفاتيح الإيمان والكفر حتى تدخل في هذا السياق وتبعد هذا أنا اضطريت أن أسأل حداك هذا السؤال انطلاقا من ما خرج من رسالة على لسان المدافعين عن الرئيس المعزول وفريق دفاعه من القانونيين وبعضهم دارس لعلوم فقهية ومتبحر فيها وقالوا أن الرسالة التي يخرج بها الرئيس المعزول للأمة يقول إن ما حدث معي خيان الله ورسوله فأردنا أن نوضح بعض الأمور حول هذا الأمر هو خلاف سياسي والخلاف السياسي والصراع السياسي هذا حدث بين سيدنا علي وسيدنا معاود حدث بين سيدنا الحسن بن علي وسيدنا معاود وحدث بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مران وحدث بين العلويين مئة سنة بين العلويين والأمويين ولم يقل أحد من الفقاء أن هذا خائن لله ورسوله أو هذا مع الله ورسوله كل كان أرأهم أن هذا أقرب إلى الصواب وهذا أبعد وكانوا يقولون حتى الأبعد من الصواب أكثر سياسة وأنجح للملك لأنه في النهاية هو بينتصر في النهاية دكتور ناجح السلفيون كانوا أو الدعوة السلفية كانت من القوة التي تعتبر في المجتمع المصري من حلفاء الإخوان في العمل وفي المشاركة السياسية باعتبار أن الفكر متقارب في المنهجي ولكن اختلف حول هذه المرحلة وقالت الدعوة السلفية وحزب النور قال أننا سنشارك حرصا على الاستقرار وعلى تخطي هذه المرحلة بلغة الحرج كيف ترى ما حدث من خروج دعوات من بعض القوى المؤيدة للرئيس المعزول أو للإخوان حتى ممن هرب منهم إلى خارج البلاد لتكفير بعض رموز الدعوة السلفية أو القول بأنهم خانوا الدعوة الإسلامية والمشروع الإسلامي وإجاباتي في عدة نقاط أولا لا يجوز لمسلمين أن يكفر مسلمين وإلا فقد باء بها الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم المسألة الثانية أن مهمة الدعاء إلى الله ليست كمهمة القضاء مهمة القضاء الحكم على الناس هذا كذا وهذا كذا وهذا مدان وهذا كافر وهذا خرج عن الملة وهذا نحن دعاء لا قضاء مهمتنا ليست الحكم على الناس ولكن مهمتنا هداية الخلق ولن تكون مهمتنا الحكم على الناس لن يسألنا الله سبحانه وتعالى أنت كفرت كم واحد وفسقت كم واحد وبدعت كم واحد يوم القيامة إنما هيسأل أنت هديت كم واحد ورغبت كم واحد في الإسلام وحببت كم واحد في الإسلام أو نفرت كم واحد عن الإسلام هذه مهمة القضاء ولن تكون أبدا مهمتنا الحياة الثالثة دايما التكفير مقدمة للتفجير والقتل لأن التكفير هو قتل معنوي للمسلم ودايما يتبعه إن عاجلا أو عاجلا قتل مادي دايما كده لأنك أنت أخرجته عن الملة وما إلى ذلك ولذلك أنت تطلق الحكم بيجي شاب متهور يقولك مش فلان ده كافر كفر الشيخ فلان يروح مخلص عليه هو الذي أطلق الحكم هو الأكثر إسما لأن هذا الشاب شاب بغير بسيط يظن أن هذه الفتوى صحيحة وأن هذا الحكم صحيح وأن هذا الداعي من حقي أن يحكم على هدب الكفر وما إلى ذلك فهو بينطلق من هذا المنطلق كلاهما آثم ولكن الاسم الأكبر على الذي أطلق هذا الحكم بالنسبة للدعوة السلفية بتاعت إسكندرية وحزب النور هي متسقة مع نفسها هي أولا لا تكفر أحدا من زمان لا تصطدم مع أحد من زمان عمرها ما صطدمت مع الدولة المصرية في كل عصورها إذن هي متسقة مع نفسها هي لا تريد صراعا سياسي كل واحد حر في اختياراته السياسية مدام لم يجبرك على أن تأخذ هذا الاختيار يعني لما الدعوة السلفية أخذت هذا الاختيار أخذته لأبنائها لم تفرضه على أحد ولم تجبر أحد أن يبقى خلاص هو حر وثبت في النهاية أن هذا الاختيار هو الاختيار الأنسي لأنها حمت أبنائها من أن يسجنوا حمتهم من أن يقتلوا أحدا أو يقتلوا حمتهم أن يدخلوا في صراع قد يكونوا فيه مخطئين أو آثمين أو مصيبين حتى هي اختارت السلامة واختيار السلامة كان اختيار كثير من الفقاء المثأة الثانية أنها حمت مساجدها ودعوتها وما إلى ذلك في وقت ضاعت الدعوة الإسلامية فيه وصدرت كل شيء إذن هم اختاروا ذلك لأنفسهم ومن اختار لنفسه فلا حرج عليه هو لم يلزم أحدا بذلك لا مش لازم نجيبه معايا في معركة هو لا يريدها ولا يرغبوا كما قال بعضهم أنا أرى يعني إنسانا يخبط رأسه في الحق وكلما نزفت يخبطها مرة أخرى وكلما نزفت يخبطها مرة أخرى ليس بالضرورة أن أفعل مثله يعني أنت لازم أعملانا زيه حتى أموت يا وبانا مسك خائن أو كفر هذا هو دعوة السلفية السكندرية دعوة معروفة أنها لا ترغب في السلطة ولا ترغب في الحكم ولم تكن في الحكم ولا تريده هي ترغب في الدعوة وتعليم الناس وستظل كذلك إذن هذا خياره ولابد أن نحترم اختيارات الناس سواء وافق أهواءنا أو رغباتنا أو مواقفنا أو لم يوافق أنا ممكن لا أتفق معه ولكن لا أخونه ولا أكفره أقول لعله قرأ إمكانيات تلاميذه وأبنائه ورأى لهم الاختيار وبعاكة لما تختار الاختيار الأسلم ذلك أفضل يعني هو لو كان أبناء قتلوا آخرين وولغوا في الدماء أو قتلوا من آخرين أو سجنوا كان هب يعني مبسوط هو اختار لهم الأسلم ولا حرج على أي إنسان في أن يختار لنفسه أو لقومه ما شاء كما لا حرج على الآخرين في اختياراته هو لم يلوم عليهم في اختياراته فلا يلوم عليه في اختيارات مشاهدين لدينا أنباء عن وقوع زلزال في جنوب تركيا الساعة خمسة وربع مساء بتوقيت القاهرة ونتجت عنه أو نتج عنه شعور المصريين بهزة أرضية محدودة أو خفيفة النتيجة لهذا الزلزال الموقعه زي ما قلنا لحضراتكم جنوب تركيا دكتور ناجح إبراهيم سأنتقل معك الآن إلى وإذا تسعى الوقت سنأتي إلى مزيد من هذه القضايا حول فلسفة الفكر الإسلامي أو فكر الإسلام السياسي والمغالطات باسم الدين يعني إرضاء طيارات بعينها أو تحقيق أهواء أو أغراض سياسية لهذا الطيار أو ذاك ولكن ما يحدث في البلاد خروج هذه الجماعات التي نراها الآن تعلنوا أنها تشن حربا ضد الدولة وضد الجيش والشرطة وربما المدنيين إذا تطلب الأمر في جماعات بأسماء متعددة في سيناء أعلنت أنها ستستخدم السلاح في وجه الدولة والشرطة والجيش إلى آخره كيف ترى إمكانية التعامل مع هذا الأمر بخلاف ما يحدث على صعيد التعامل أمنيا من الجيش والشرطة وما الفلسفة التي تعمل بها هذه الجماعات الإرهابية أو ما الذي تهدف إلى تحقيقه وأولا أود أن أذكر نقطة تاريخية أن كل صراع وأنا طبعا عشت فترة في هذه الصراعات وقرأت كل تاريخ الحركة الإسلامية المصرية وغيرها وعيشت أبطاله والتقيت بأبطالي فأتحدث عن تجربة عميقة وليس مجرد قراءة في كتاب أو ما إلى ذلك كل صراع يحدث بين الحركة الإسلامية والدولة المصرية الخاسر الأكبر هو الحركة الإسلامية الخاسر الأكبر هو الحركة الإسلامية يسجن أبناؤها يقتلوا تضيع منهم كل شيء تضيع الدعوة انظر إلى تاريخ الصراع بين الحركة الإسلامية والدولة المصرية في الأربعينات بعد قتل النقراش باشا بعد حل جماعة الإخوان لو أن جماعة الإخوان بعد الحل راضيت بذلك وبدأت عدة سنوات تثبت للدولة أن هذا القرار كان خاطئا أو أنها ليست خطرا أو أنها ليست خطرا وما إلى ذلك واستمرت في الدعوة إلى الله لم يكن يحدث لها الذي حدث قتل النقراش أدى إلى قتل الشيخ حسن البن رأس الدعوة والذي كان الرمز الأكبر في جماعة الإخوان وهو الأب الروحي والفعل له كان هذا أول صدام في الأربعينات وأدى إلى كارثة كبيرة جدا قرأتها ورأيتها ولم تكن كانت هذه أول مرة يسجن أو يعذب أو ما بعد ذلك جاء جمال عبد الناصر وحاكم الذين قتلوا الشيخ حسن البن أنت عارف رئيس الوزراء اللي هو عبد الهادي أخذ مؤبد أخذ إعدام ومؤبد من حكومة عبد الناصر في سنة 53 وخففت بعد الإعدام لمؤبد يعني ليس أكثر من هذا تقربا إلى جماعة الإخوان وأعادها وحل جميع الأحزاب يعني أجعلها الوحيدة على الساحة ثم بدأ الصراع السياسي بينهم أيهما يحكم كان يمكن أن تكتفي بالدعوة والتربية وتشارك بشيء بسيط في الحكم لكن نشب الصراع السياسي المدمر بينهم ثم خرجت مجموعة بسيطة هي التي نفذت حادث المنشية دون إذن أو علم المستشار الهضيبي الأب الذي كان يكره العنف فعلا وكان يكره النظام الخاص أدى ذلك إلى اعتقالات 54 بمعنى النظام الخاص يا دكتور ناجي النظام الخاص هو الجناح العسكري الذي كان موجودا يكره كان يكره أو يرفض أن تكون هناك ما يطلق عليه مليشيات مسلحة لهم مليشيات مسلحة وكان يعني هو كان جاء إلى سدة الإرشاد في جماعة الإخوان ليحل هذا النظام ولكن النظام الخاص كان أقوى منه أكثر تشعر إذن حضرتك هنا بتثبته أن مرحلة تانية كانت من مرحلة بداية التعقيدات التي حدثت أو المواجهات مرؤوفة مع الدولة هو محاولة الاختيال أو حادث المنشية حادث المنشية لكن للإنصاف حادث المنشية قامت به مجموعة مجموعة تسمى مجموعة مبابة وهي معروفة دون إذن أو علم المرشد الخاص وكانت مجموعة يعني منفصلة عن 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 النظام الخاص اللي هو حاول يعدل ويغير المرشد أدى ذلك إلى المحنة الكبرى اللي يبتعت 54 ثم بعد ذلك ظهر تنظيم سنة 65 بعد ما كانت هدأت الأمور وما يزالك بعد 56 حصل يعني زي مبادرات للالتقام مرة أخرى وإفراج عن ناس كثيرة فإذن أربعينات خمسينات ستينات بعد كدواتي قيام الجمعة الإسلامية باغتيال الرئيس السادات أدى إلى محنة كبرى بعد ذلك الصراع بين الجمعة الإسلامية ومبارك في التسعينات كله أدى إلى سجن بتاع حوالي عشر تلف واحد بعد ذلك هذا الصراع يعني نحن في حقب من الصراع كل صراع يؤدي إلى الحركة الإسلامية بعد أن كانت لها دعوة مستقرة ولها وجود ولها قبول ولها مشاريع ولها مساجد كل ذلك يضيع الآن ضاع كل شيء أنا أحيلك إلى أمر بسيط لو أن الأموال التي أنفقت من الحركة الإسلامية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما إلى ذلك أنفقت على الفقراء المصريين ومساكينهم والأيتام والأرامل والمرضى وكانت أنشأت بها مشروع العمل الخيري والله العظيم الحكام نفسهم كانوا باسوا على قدم الحركة الإسلامية لكن أنفقنا كل هدف الصراع السياسة ثم ضاع كله وفي أمر تاني حدك لو أننا قابلنا جزء كمان من الكعكة الحكم وليس كل كعكة الحكم إلى أي مدى بمنتهى الموضوعية حضرتك تدرك الآن أن في مشكلة عند جموع المصريين هم يرفضون والأجهزة الرسمية في الدولة القائمة على إدارة وحماية البلاد ترفض ما يطلق عليه ما أطلقته الآن هذا المسمى النظام الخاص أنه أي طيار يكون له فرق أو تكون له فرق مسلحة بتتبعه للظهور والضغط على الدولة إذا تطلب الأمر هذا أمر مرفوض من قبل غالبية هذا الشعب استلع هذا الشعب على أن هذا يطلق عليه مصطلع واحد هو إرهاب وترفضه أجهزة الدولة ولا تقبل به لما يمكن أن يترتب عليه لو تفاقم مشكلة يدينا عمل فيها العنف والأنظمة الخاصة والأيناح العسكرية لحركات الإسلامية يعني الذين أنشأوها أنشأت الحماية ما يسمى الدعوة أو حماية الحركة ولكنها لم تحمي الحركة ولكنها ولم تحمي الدعوة ولكن وأدتها هي التي جرت الدعوة إلى السجون هي التي جرت الدعوة الإسلامية إلى الخلف هي التي وأدت الدعوة الإسلامية هذه تجربة طويلة جدا كل هذه السنوات يعني تدل على ذلك يعني قتل النقراشي وأدى الدعوة ثم بعد ذلك محاولة بسيطة من مجموعة صغيرة مستقلة أدت إلى الصراع المدمر بين الإخوان وبين جمال عبد الناصر ثم بعد ذلك قتل السادات أدى إلى أن يموت السادات وكان أفضل من مبارك بكثير جدا ويأتي من هو أسوأ منه ثم بعد ذلك الآن ضع كل شيء يعني كان يمكن أن نكتفي يعني كان هناك مطروح أمام الحركة السامية أن تأخذ كل المناصب خلينا صراحة مع دم منصبين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء كان يمكن الاستغناء عنهما وكان يمكن أيضا أن نعمل زي الحسن بن علي يعني كان أمام وأنا نشدت الدكتور مرسي وقلت له خد خيار الحسن بن علي 30 خيار الحسن بن علي أنه هو حقنا لدماء المسلمين تنازل عن الخلافة على فكرة الخلافة أكبر من مصر الخلافة كان يحكم نصف الكرة الأرضية وأستطيع هزيمة النصف الآخر يعني والحسن بن علي لما تنازل مش زم ويقول لك دايبا مش صامد لا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نبني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فنال بهذا السيادة يعني تنازل عن كرسي زائل ونال به وساما عظيما دائما لماذا تعتقد أن هذا الطرح لم يقبل أو هذا الاقتراح لم يقبل لم يتم التفكير في ما هو أفضل للوطن وليس للجماعة وبعد كأنها يوبة للجماعة أفضل الجماعة كانت باقية والحزب باقي والكوادر باقية والأموال باقية والمساجد باقية ودعوتهم باقية الآن ضاع كل شيء يعني حينما تدخل في الصراع السياسي إلى آخر نقطة يضيع كل شيء لم تتعلم الحركة الإسلامية من خالد بن وليد متى ينسحب من المعركة يعني عبقريت خالد بن وليد التي أخذ بها وسام وسام سيف الله المسلول كانت هي الانسحاب يعني هو نال هذا الوسام من النبي صلى الله عليه وسلم في معركة انسحاب لا معركة انتصر فيها ولا هجوم ولا دفعه ونالها في معركة انسحاب وذلك على الحركة الإسلامية أن تدرك متى تنسحب ومتى تقدم ومتى تعجب وأن الانسحاب من المعارك الخاسرة هو أعظم شيء أنا عايز أرجع لسؤالي لحضرتك عن الجماعات الآن وما تقوم به والقوى التي تقف وراءها من داخل أو خارج حدود الوطن ما الذي تهدف إلى تحقيقه؟ وإحنا عندنا جماعتين موجودين جماعة الأولى اسمها تنظيم أنصار بيت المقدس والجماعة الثانية اسمها كتائب الفرقاء تنظيم أنصار بيت المقدس قبل أن أتحدث عنه هو ينتج نهج السيارات الملغومة يعني وسيلته هو السيارات الملغومة وهو الذي أعلن مسؤوليتي عن تفجير مبنى مدرية أمن جنوب سيناء وتفجير أيضا مبنى مدرية أمن المنصورة أو الدقالية ويأسفني أن نفس التكنيك ونفس الطريقة بتاعت تفجير مدرية أمن الدقالية آه بنفس الطريقة بتاعت تفجير مبنى مدرية أمن سيناء وكان ينبغي الحذر من ذلك ولكن يبدو أن هناك درجة من الهمال أو التراهل أو ما إلى ذلك جعلت بنفس الطريقة سيارة ملغومة تريد الدخول في الجراش بتاع المدرية لتدمر كل ما في المدرية في تاعة جنوب سيناء شويشت تعرض للسيارة ومنعها من الدخول فانفجرت خارج شوي وهي التي أعلنت مسؤوليتها أيضا أنصار بيت المقدس عن تفجير مبنى المخابرات الحربية في الإسماعيلية وهي التي أعلنت مسؤوليتها عايزين إيه دكتورهم يعني العمليات دي الهدف منها إيه أو الظن منها أنهم بيظنوا بيها إيه العمليات دي ناحة حقق إيه أولا أنصار بيت المقدس تخصصت في قتل وتفجير رجال الجيش والشرطة كتاب الفرقان تخصصت في إيلام الدولة يعني بتدي ضربات تؤلم الدولة يعني هي التي أعلنت مسؤوليتها عن قصف السفينة الصينية في المجرى الملاحي لقناة السويس وهذا يعني يؤلم الدولة بعيد عن الشرطة والجيش بس بيؤلم الدولة أنه حيسبب خسائر وسمعة وما إلى ذلك ويبين العالم كله أن مصر لا تستطيع حماية أهم مجرى ملاحي لها والتي قصفت أيضا هي تستخدم الأربيجي والتي قصفت أيضا اللي هو طبق الاتصالات اللي هي الاتصالات الدولية بين مصر تقطع الاتصال الدولي بين مصر والعالم الخارج وهذا يضر سمعة مصر ويبين أنها إيه أنها يعني تعاني من مشكلات جسيرة تعاني من مشكلات كثيرة جدا أنصار بيت المقدس دايما أعمالها سائرية تريد أن تنتقم من الجيش والشرطة باعتبار أن دولة هم الأساسين القوى الرئيسية في الدولة التي أطاحت بالرئيس مرسي دي سبب السبب الثاني تكسير عظام هذه القوى المسألة كيف تفجر هؤلاء وتدمرهم وتقتلهم وما إلى ذلك لأنها تكفرهم هي تكفر كل الجيش المصري بلا استثناء وتكفر الشرطة المصرية وهذا التكفير طبعا باطل لماذا؟ لأن أولا ما فيش حكم الكوش عفوا لمواطعة حضرتك وتكفر غالبية الشعب المصري تكفر الصوفية وتكفر يعني فيه مواطنين يا دكتور راحوا عفوا فيه حملات إغاثة لسيناء كانوا بيقابلوا ناس من الجماعات التكفيرية دي أو مواطن ما يعرفوش بقى لكن فكر وتكفير بيقولوا أنتو مش على الملة من الأساس فالناس بتتفاجئ يعني يقولوا طب ناقشنا على أي أساس تنقول كده فهذا فكر مغلوط سائد نعم أول حقيقة مسائل الكفر والإيمان تتعلق بالشخص مفيش أن أنا أجي على أسرة وجلدي كلها كفرة ده كل حكم يتعلق بشخص ولذلك القرآن لما تحدث حتى عن أهل الكتاب قال لك ليسوا سواء مفيش أنا مثلا عندي الجيش ده ربع مليون واحد لا يشملهم حكم واحد فيش في الشريعة أن ناس مختلفين لأن ما فيش أمة ولا حتى أسرة واحدة يعني على شاكلة واحدة من الخير أو الشر أو الطاعة أو المعصي أو الكفر أو الإيمان أو الحق أو الباطل مش ممكن ده هذي أحكام شخصية المسألة التانية أن إيه اللي خلاه كافر يعني البدل الميري مثلا كان مؤمن جاب لي ما يخش الجيش وهو ما نبس البدل الميري بجا كافر بعد كده ما هيطلع من الجيش مثلا بعد سنتين وما هيبى مؤمن مسائل الكفر والإيمان تتعلق بالقلب دي مسألة مهمة جدا تتعلق بقلب هذا الإنسان وهي علاقة بينه وبين ربعه المسألة التالتة أن كما أن الإنسان يدخل الإسلام باختياره لا يخرج منه إلا باختياره يعني مش هجأنا على واحد أقول له أنت كافر لا هو نفسه بيقول أنا مش كافر أنا بحب الإسلام خلاص لا يخرج من الإسلام إلا باختياره المسألة التالتة أنت من مين أنت عشان تكفر فرد واحد مش عشان تكفر أمه لأن مسائل الكفر والإيمان دي لها ضوابط كثيرة جدا هتقول لي مثلا استجال الكلمة دي لعله مكره لعله متأول وما إلى ذلك سي في الحديث الصحيح أن واحد بيتكلم عنه الرسول السلام قال اللهم خطأ اللهم أنت عبدي اللهم أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك وبيخاطب ربنا سبحان الله هو أخطأ من شدة الفرح فلذلك مش أي واحد أنه هو يطلق الأحكام هذه مهمة القضاء وليست مهمة الدعاء أدخن داعي حتى لو هو مين لا يملك تكفير أحد ليست وظيفته وليست مهمته ولن تكون المسألة التانية وربنا سبحانه وتعالى هو من يعلم خائنة العين وما تففي الصدور وليس الأشر وعلينا الظاهر وعلى الله السرائر كل هذه المسائل مهمة جدا في مسائل الكفر مشاهدين يجب أن نتوقف الآن مع أذن الأشاء الذي حان موعده بتوقيت القاهرة وعاقب رفع الأذان نعود لاستكمال هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر